الناس لا تصبح الناس لا تصبح الناس ما قلت لك قلت لك اعلم ان اعطيني فكرة نعيش بها نعطيني فكرة نعيش بها حياتي حتى نموت أعطيني فكرة واحدة فكرة هم حزة فكرة اللي غاشوف نعطيكو حتى القادية فكرة اللي غادية اللي غادية عاوني ماديان ومعناويا مش مش انت بدت دخل يا فوق الدخل يا فوق تنسى الحياة اللي احنا كنعيش وها الحياة المرة اللي عايشين فيها اللي كل شي فاطعس مساروخ هذا الشي شوف هذا الشيخص ربطي علاقصك بالإله هو انصب السماوات السبع بغير عمدين وقال في كلامه في القرآن قال بغير عمدين ترونها بقاسها في الخبز ما يعطيها لك شي الخبز خلق لك السماوات خلق الأراضين شو 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 شنو وجدك في هاد العلام وها في أنفسكم كما قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون تبقى فيك هالخبز تكت تأمين دخلتي لعدنا هذا اللي فنتكت تأتري على كرشك هالخبز شهان ناكلو شهان خدمو دبه دا هو الكلام دينا وإلا مراحمة ربي المهم ربي العالمين كبير لنا في كلامك يقول نحن قصمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ربي سبحانه عز وجل قصم 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 والغريب والعاجيب هاد الخبز اللي خرجت على عباد الله ذكرت مرة وحدة في القرآن الكريم في موطين واحد وفي حلامة وفي حلامة عباد الله ما شفوا لي يا قاضة في حلامة ذكرت الخبز في القرآن الكريم مرة وحدة لكن للأسف شديد خاصة نحن المسلمين بصابقنا كان أمنوا بالكلام دا ربي سبحانه عز وجل كما كان خافوا من الفقر كما كان أمنوا بالفقر ومع ذلك الشيطان اللعين وأخذ العهد على ربي العالمين قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وكذلك ربي العالمين يقول في القرآن الكريم الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء كما الأفقي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم لكن للأسف شديد يا ليس قومي يعلامون القرآن عباد الله ومدكوك وعامر بهذه المواعيد اللي اعطينا ربي العالمين ومبغي ناش نتيقوا حالك نخافوا من الفقر ومن الخبز والله يصلح الأحوال دينا الله يصلح الحال دينا وآية واضحة وقاطعة الدلالة اللي يقول فيها ربي العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون كما الأفقي إن الله بالتأكيد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لكن يا ليس قومي يعلمون القرآن عباد الله عامر 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 بكلام ربي العالمين يقول لك نحن نرزقكم نرزقهم نحن نرزقهم وإياكم ربك يقول نعم لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى كذلك أم المؤمنين عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مريم من يدخل إلى سيدنا زكرياء قال يا مريم أنا لك هذا شقالت؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب المهم الله يعطينا شي قوله بحياة لتتوعب هذا الكلام هذا اللي هو ربي العالمين دبا سبحان الله العظيم شحال الناس طبعا هيكونوا جاهلين أم كلخين كثار مني أنا دبا شحال واحد كتقول له ره الرزاق هو ربي العالمين يقول لك وايه وايه ره الرزاق هو ربي ولكن سبب عبدي وأنا نعينك واي الشريف ره الرزاق هو ربي وايه وايه ولكن نخدمه دبا هاد المرأة الصالحة اللي خلد ربي الكلام دي لها في القرآن الكريم مريم شن من أسباب عملات وش من الخدمة خدمات دخل عليها سيدنا زكريا وجد عندها الخير والبركة وكلات معرصة وشربات وزي يد في كل يد من اللي بغت تولد كيفاش سيدة يالله ولدتها عباد الله كي يدير تزعزع الدنخلة وكي هيود يهودها دك تمر وهزي إليك بجدعي النخلة تساقط عليك رطابة جنية لكن راحنا المسلمين صراحة إلا ما راح يمربي رسمحنا الإخوان المكلخين والله إلا دق إلا مشيتي قلتي رزقه وربي ولكن هنا راح عملتي جريمة رزقه وربي صافر رزقه وربي بالثيقة بالثيقة واليقين الكامل رزقه والله رزقه والله ولكن عارف شنوه دك ولكن ولكن كيف هنقولها لك كبحال أنت مثلا عندك الزوجة ديالك كتقول لها الزوجة ديالي أنت حبيبتي وانا كان حبك وكان متعليك هو واجب على الرجل يتكلم مع الزوجة دياله وهيدا ويقول له هيدا عادي مزيان مزيان تقول له هيدا واحد مثلا هدك ولكن من لك تقول راح رزقه والله ولكن لما سببتي شي والله ما غلقتي والله ما غلقتي والله ما غلقتي القاملة لا فورتي هذا كلام جيل الجهلين ما عندهمش اعتقاد بالله تالي سبحانه عز وجل هكي خربقوا المو خربقين الموهم هاد الناس كان عطيهم مثال لك يقول لك رزقه وربي ولكن قصتك تخدم ولكن ربيش حال الناس بيهم لنا ما خدموا موالو وحنا كان عارفوه ناس ما في هاد دنيا كيعيشوا معانا غادين عايشين غاب البراكة وقصة من بالله حتكين هو الناس عايشين وكي نقمت لك كتيرا في هاد الباب هاد الموهم كيف ما قلنا الان مشتي قلتي المصمك قلتي رزقه وربي ولكن عافش ندك ولكن شكي قوله في هالعلماء كبحل انت الزوجة ديالك تتكلم معك تقول لها الزوجة ديالك رانتي اللي كن في هالدنيا ورانتي اللي مع مره العيني ورانتي اللي كان البغي وكتكملها وتجملها وكتقول لها ولكن عافش ندك ولكن شكي هدرلك رح تنوض لك المشاكل لا قلتي هاد وكذلك مع ربي العالمين انت كتأمن بأن الله هو الرزاق وكتقول ولكن رايخ ضب عليك ربي العالمين يا صحبي والموهمة الإخوة نظر نظر نتفقه في الدين ديالنا رحنا مكلخين أخوتي لك تشاهدوني والله رحنا مكلخين مكلخين مره مكلخين ربي قال لك في القرآن إن الله بالتأكيد إن الله هو الرزاق دول قوة المتين وصافي إن الله هو الرزاق دول قوة المتين لكن الشيطان يأيدكم والفقر كنا موطن واحد الشيطان كيخوفنا من الخبز ومن الهب هب 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 والمهم الله يصطح حوالينا